انا مصممة ان سنة اولى جواز وسنة اولى مطبخ يعرف يعمل فطير مفيش كلام طريقة سهلة جدا للمبتدئين ولو اول مرة تعملي فطير هتعملي انا هتعملي يعني انا مصممة ان انت هتعملي الفطير هتعملي ما تخافيش منه طريقة سهلة جدا 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 لا فرد بقى ولا شد ولا جذب ولا الحاجات دي خالص هنعمله بمنتهى السهولة للبرنتات الصغيرين اللي لسه صغيرين في بداية الجواز كده ومش بعمل الفطير صحيتي كده الصبح وعايزة تفطري تفطير هتعمليه في الثانية يعني مش يستغرق من الدقيق معدودة بالليل عايزة تتعشي بفطير هتعمليه بمنتهى السهولة يلا بينا واتكلمنا كتير طبعا انت هتشوفوا ازيق الفيديو في بداية الفيديو كده بعض انواع الفطير اللي انا عملتها معاك وقناة هتشوفوا برضو بعض المغبوزات هسيبلكوا اللينك في صندوق الوصف اللي مش عارف لينك الصندوق الوصفين يا جماعة هتغطش على عينوان مره يظهر لي كلمة المزيد هو ده صندوق الوصف هسيبلك لينك المغبوزات وهسيبلك لينك يفطير المشالك لبجميع انواع الطرق ويلا بينا بس عملينا نبدأ الفيديو نسمي الله نصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اوضل خلق اجمعي السلام عليكم احترامي اليوتيوب لايك وشير وسبسكرا بالوصف المميزة تمنى تحطوا لايك الفيديو وإلا ما اشاركش يشيرك في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان كل ما ازل الفيديو وصلك اشعر بي واتمنى ان تشار الفيديو ده بين اصدقائكو علشان تعمل فئدة لجميع وتكلمنا كتير ويلا بينا مبدئيا كده في الاول ما عندكش حاجان هتعجيني على ايتك انا في الاول هبدأ بكوبة وربع من المياه عليهم معلقة صغيرة مساح من الملح عليهم نص كيلو من الدقيق طيب انا عايز اعملو بسكر مش عايز اعملو بملح يبقى الحل ايه يبقى في الحلاج هتحط معلقة كبيرة من السكر وزرت مرحب ملح بسيطة جدا ما تزاوديش عن معلقة كبيرة من السكر بعد كده هشغل عاجان عليه خمس دقيق لو انت هتعجيني على ايدك هتعجيني عشر دقيق متطفكين بعد كده هسيب وريحه دقيق اتنين او خمس دقيق تاني وارجع عاجان كمان خمس يعني اغطي كده واسيبه خمس دقيق ارتاح وارجع تاني عاجان فيه طيب هو ممكن يوصل معاك الكوبة ونص يعني انا هنبدأ بكوبة وربع وتبدأي لو انت حسيت انه عايز ما يتحطي معلقة بمعلقة كده انا بقولك لو وصلت المقطع دياري تحطي لايك ولو ما شاركتيش هكون سعيدة جدا لو شاركت في القناة واتمنى ان انت يبعد لي اي كومنت ان شاء الله يكون وجه مكتسم انا عايز يتفاول يا جماعة اي كومنت بعديه بعد كده هريح الحاجينة نص ساعة احنا في الصيف لو في الشتاء تريحها ساعة واغطيها كده زي ما هي سبها ترتاح خلي بالك كل ما عجنتي كويس هيعرق معاك يعني ايه هيشد معاك فالما يتقطعش منك احنا مش هنشد ولا حاجة يعني مش هنشد ولا حاجة بس عشان نشيجي تكون مصبوت انا بشده عشان اوريكي ان هو يشد معايا عرق عمل ازاي بعد كده بقطعها اربح كطا طبعا بجيب صانية كده مسح الزب بسيطة وقطعها اربح كطا وبعد كده اللي هو واحدة ايه جورت على واحدة شوية ناعد صغيرة على واحدة كبيرة باخد من دي حط دي وبغطيها بلاستيك واسبها كمان من ربع ساعة لنصف ساحنا طبعا في الصيف لو في الشتاء هسي بيع زيادة معانا مية وخمسين جرام من الزبدة البلدي عليهم ثلاث معالق كبار من الزيت معانا دي الزبدة بلدي ينفع زبدة نباتي ينفع ويبقى زي الفل بدا من اللي انت عامله ما تتخيلوش طعامته وسهولته عامله زي يعني انا عامله كذا طريقة للفطير ولتلك هسيب ليه كلينك في صندوق الوصف بس الطريقة دي سهلة جدا اللي ما بيعرفش يعمل الفطير نهائي وهتدعولي عليها بس التزموا بلا انا بقولكو عليه بعد كده يعليبهم كويس خليهم كريمي كده بدرجة حرارة المطبخ يعني الزبدة يكون يمطلعها قبلها بساعتين كده على الرخامة ما يكونش في الثلج علشان تسحب ماء على العجين بعد كده بقطعها اربعة هو علشان ما جرش على واحدة على حساب واحد اعمل حساب كل فطيرة لها ايه ربع من اللي انتو شايفينه ده عشان ايه ايه ايدي ما جيش زيادة شوية عن واحدة فابقى انا عارفة احطتهم كلهم قد بعض انا كنت عملت واحدة على الرخامة قبل كده وبعد كده دي التانية هيه مسح الزيت على الرخامة طبعا علشان العجين تسعب معاكي ومش هشد ولا رفرف ولا رفرف بيدي ولا حاجات مندي خالص علشان اللي مش عارفين يعرف يعمله بمنتهى السهولة بنا الشابه وهتك كده ورققها تماما يعني هوا شايفينك يكد يكون الرخام هبان من العجينة كل ما ترقيقها تاخدي نتيجة احسن انا مش بقولك شدي ولا اي حاجة خالص انا بقولك هترققي بالنشابه مرضوش هشدي بايج عشان ما تقوليش لا احنا مش هنعرف ما رفرف ولا رقع ولا الكلام لا هنعمل بالنشابه سهل لطريقة سهلة جدا جدا ويمكن لأول مرة على الاشتيجة زي ما انت شايفين يعني وراكي وراكي لحد ما تعملي الفزير مفيش كلام شايفة اللي خلاصة هو تكاد الرخامة يكون هيبان من تحت العجينة انا رقعت وهم حاجة رقائي الاطراف كويس اول حد كده هول موضوع سهل وما حدش يقولي الفتر صعب الالف الفتر سهل خالص وهتعملوا بمنتهى السهولة ولا عايز اي استفسار يبعدش لي كومنت وانا بداوب على كل الكمنتات بعد كده نجي بقى نصبها بقى احنا مقطعين هوربع النصب بتاعها وانسبلها شوية كده نحطها على الوشي وهبدأ ايه ادهنها بايجي كده يعني مش دهن ولا حاجة بس حب بايجي كده زي ما انت شايفين كده طيب هنعمل ايه بقى المرحلة الجاية هنجيب سكين تلبزة او اي سكينة عندك وابدأ اقطعها شرايح اقطعها ازداد وهتعملي ايه الموضوع سهل بس يتقالي اتقالي الموضوع ايه سهل خالص شايفين اهو بقطعها شرايح كده طيب بعد الشرايح ارفع الايه يعني اطبقها كده بطبق مثلا فوطه شايفين باخد الطرف ده وطبقه بروح على الطرف الثاني اللي يما ديك ههو برفع الكاميرا هو عشان مروركو وحط اللي احنا طبقناها في قلب ديك ههو وطبق عليه احنا منطبق هيدون يا جماعة الموضوع سهل خالص بعد كده بحطها عالتانية شايفين اهو وهكذا شايفين اهي الاخرانية كده بطبقها وزي ما انت شايفة كده وهو ده وعملنا فطيرة زي الفل وهتبقى مورقة وهو الرهالك شكلها عامل زي يظن انت شفتها في بداية الفيديو بعد جدع على الوش كده شوية زبدة وبعد كده بعد ما بخلص بس هترتاح بس عشر دقيق في الوقت ده شغل الفرن لازم يكون سخن مياه لازم يخش الفطير على فرنه سخن اعلى درجة حرارة عندك مئتين وخمسين بابدأ اقرب الصين من غير دهن الصينية اي حاجة خاص بابدأ اقرب الصينية التحت من البتجاز علشان طبعا الفطير مش عايز نار هادية الفطير عايز نار عالية جدا اول ملون هيحمرنا من تحت بابدأ ارفعها فوق وشغل الشوية لو عندك الفرن بيتشغل مع الشوية ممكن تشغل يوم الاتنين بس اهم حاجة مايستقرقش اكتر من عشر دقيق في الفرن لان بيحب نار عالية علشان الفطير يطلع طري معاك متفقين ماضية سهلة وعملت مربع النهاردة يعني عملت شكل مختلف وطريقة سهلة جدا شايفين ما ترقاش او يعني خلي لها سمك كده علشان تورق معاك وتنتفق في الفرن ونروح نحطها في الفرن ونشوف شكلها عمل ازاي في الفرن شايفين انتفخت ازاي ما شاء الله عليها بتغلي كده والسمنة بتغلي ازاي بقربها لتحت خلص احمرت بابدأ ارفعها الفوق وشغل لها الشوية تحمر وتاخد وشي بمنتهى السهلة انتفخت كده يا جماعة يعني معناهم ورقة وزي الفل من جوه شايفين جمال بتتكلم وصورية لتتكلم عن نفسها انا بقرهالك من جميع جهته ومشاء الله تحفى وبعد ما طلعتها من الفرن ده كان شكلها شايفين اللي فضلة منفوخة ازاي هم اربعة عملنا بيهم نص كيلو نص كيلو عملنا بيها اربعة منتهى سهولة يعني عشوة سريعة فطر سريع وطريقة سهلة للمبتدئين خالص اللي عمره ما عملش يعني وراك وراك ان شاء الله لحد ما تبقي محترفة في الفطير وفي كذا طريقة تقدري تعملي بها لو دخلت على سندق الوصف وخدت اللينك بتاع الفطير مشالكت شايفين ما شاء الله طيب نفتح واحدة معايا في الوقت ده كانت دافية يعني لسه مطلعهم الفرن ما كانتش بردت لسه ما شاء الله شايفين التوريقة نجاح الفطير يا جماعة ان الرقان بتاعته تكون رؤية اهم حاجة الرقان بتاعته فده اللي انا قلتلك في بداية الفيديو ان انت ترقائي الرقان علق يا خر شايفين صابع باينا فيها ازاي شايفين الجمال الصورة طبعا خير دليل شايفين انا بعد الورقة التوريقة بتاعتها وطرية تروا فوق الوصف شايفين طيب نشوف الثانية ونشوف شكله اي طب نجيب عسل كده ونكن مع بعض نشوف برضو النص الثاني ان شاء الله الفيديو يعجبكو وينقل الردائق واسبكو في العاية الله وامانه وتزروني شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته